وفي ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية اتخذت الحكومات قرارات احترازية تهدف إلى الحد من تفشي الفيروس منها منع احتفالات رأس السنة الميلادية وتمديد حظر التجوال الحكومة المصرية قررت إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية لهذا العام مع تصاعد ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات المسجلة في البلاد خلال هذا الأسبوع وقررت الهيئة الوطنية التونسية لمجبهة فيروس كورونا أيضا حظر جميع التجمعات والتظاهرات بما في ذلك احتفالات رأس السنة الميلادية واستمرار حظر التجوال في البلاد حظر التجوال مستمر في المغرب أيضا حيث فرضت الحكومة حظرا ليليا لمدة ثلاثة أسابيع فضلا عن منع الحفلات والتجمعات العامة والخاصة وأغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر ابتداء من الثامنة مساء أما الأردن فأعلن عن تنفيذ خطة أمنية للتصدي لانتشار الفيروس ولغاية انتهاء الاحتفالات بمناسبات نهاية العام منها منع التجمعات وتفعيل نقاط الغلق ترجمة نانسي قنقر